الحصبة تثير قلق الأمريكيين وتدفع مقاطعات لإعلان حالة الطوارئ بعدما سجلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أكثر من 387 حالة إصابة بالحصبة حتى الآن غالبيتها من الأطفال لتحيل عام 2019 ثاني أسوأ عام بالنسبة للحصبة منذ إعلان الولايات المتحدة خلوها من المرض منذ ما يقرب من عقدين خمسة عشر ولاية أبلغت عن حالات الحصبة المؤكدة هذا العام يعزو المسؤولون المحليون من أن مخاوف دينية وطبية تقف وراء عدم تلقيح الأهالي لأبنائهم وهو ما رفع من نسب الإصابة أمر دعا مقاطعة روكلاند لإعلان حالة الطوارئ محذرة الغير محصنين ضد الحصبة من استخدام الأماكن العامة سيتم منع أي شخص دون سن الثامنة عشر وهو غير محصن ضد الحصبة من التواجد في الأماكن العامة حتى تنتهي صلاحية الإعلان في غضون ثلاثين يوما أو حتى تلقي أول لقاح على الأقل ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية الخبراء يخشون من أن الأرقام المبكرة للعام الجاري تشير إلى أن المرض آخذ في الارتفاع وقد يزداد سوءا وسط جدل عام ومكثف حول التطعيمات التي تقف وراء رفضها أسباب طبية وإعفاءة دينية وفلسفية وحركة النقدية الرائجة مضادة للقاح أخذت زخما على مدى العقدين الماضيين حيث لم تعد هامشية بل أصبحت سائدة أسباب زادت جميعها من وطأة المرض